قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام لإني بحلم إن كل الشاب يكون في عفة يوسف عليه السلام وبحلم إن الأمة كلها تكون في رحمة وعفو يوسف عليه السلام وبحلم إن الأمة ربنا يمكن لها مرة تانية كما يمكن ليوسف عليه السلام عشان كده سمناها يوسف الأحلام سعيد جدا إن ألتقي بيكم على قناة الناس مع هذه السلسلة المباركة وأتمنى إن احنا ننتفع بيها وبالفعل أنا عن نفس انتفعت بهذه السلسلة واستفدت منها كثيرا جدا من خلال ما كنت بعملها في الكتاب وإن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله يكون الكتاب بين أيديكم ويعني أتمنى أن احنا نسعد خلال هذا الشهر الكريم بهذه السسلة المباركة يوسف الأحلام وقفنا المرة اللي فاتت مبارح يعني والنهاردة الحلقة رقم 16 وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها رمضان وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إنه وليه ذلك والقدر عليه يوسف عليه السلام لما لأ المرأة بتقول قالت فذلكنا الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم استعصم اعتصم بالله سبحانه وتعالى ولاجأ إلى الله سبحانه وتعالى فكرت مرة أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة لما تعرض عليكم فتنة أنتم تعتصموا بالله فكرت أنتم تقولوا يا رب ما لناش غيرك يا رب يا رب طلع يا رب الشهوة دي من قلوبنا طلع يا رب المعصية دي من قلوبنا يا رب كرهنا في المعصية الفلانية والشهوة الفلانية والمخالفة الفلانية والزنب الفلاني فكرت مرة تعتصبوا بالله واعتصبوا بالله هو مولاكم سبحانه وتعالى فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره شوف التبجح ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين ما كان من يوسف عليه السلام أمام إصرار هذه المرأة على فعل الفحشة عيزا بله إلا أنه توجه إلى المول عز وجل خلاص يا ربي أنا عبد ضعيف ونفذت حينتي ما أستطيع أن أفعل لشان أنا راجل عبد مملوك عندها في القصر وهي يعني أمرأة متجبرة ماذا أصنع مع هذه المرأة إما أن أدخل السجن وإما أن أخرج بفضيحة وإما أن أفعل الفحشة وفي كل الأحوال كل هذه الأمور لا ترد العبد ولا ترد رب قبل ذلك فماذا قال توجه إلى الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء احنا عملين الكلم عن يوسف عليه السلام أمالي عكوب فين عليه السلام سيدنا عكوب فين دلوقتي سيدنا عكوب دلوقتي عمال يبكي ليل ونهار على يوسف عليه السلام اللي فرقه بقاله فترة كبيرة جدا بقاله كم سنة سيدنا عكوب ما شافش يوسف عليه السلام بقاله أكتر من 33 سنة ما شافش يوسف ليل ونهار بيبكي لحد دم عمي بصره سيدنا عكوب الآن عمي بصره ويوسف عليه السلام بيلجأ إلى الله عز وجل سيدنا عكوب في أرض فلسطين عمال بيدعي يا رب ردلي ابن يوسف وسيدنا يوسف في أرض مصر عمال بيدعي يا رب نجيني من فتنة المرأة ديت ومن فتنت النساء قال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين يا الله نعمة الاستعانة بالله نعمة عظيمة قوي إذا سألت فاسأل الله ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يا الله خب بالك إن دايما نعمة الاستعانة ما فيش أي فتنة ولا أي معصية ممكن ربنا يصرف عنك إلا بنعمة الاستعانة إن أنت تقول يا رب استعنت بيك يا رب على صرف هذه الفتنة استعنت بك يا رب على صرف هذه المعصية لما بنقيم لي كلمة جميلة أول بيقول إن ربنا أنزل الكتب كتب السماوية مية واربعة كتاب جمع المية واربعة كتاب في ثلاث كتب طورة والإنجيل والقرآن وجمع الثلاث كتب الطورة والإنجيل والقرآن جمعها في الكرآن وجمع الكرآن كله في صورة الفاتحة وجمع الفاتحة كلها في آية واحدة إياك نعبد وإياك نستعين فلا قدرة على العبادة إلا بالاستعانة والاستعانة هي لب الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك نحن نقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فتيجع على طول فساعتها فأت تعقب والسرعة فاستجاب له ربهم فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم الله هي جات ليه بسرعة يعني السيد يوسف عليه السلام أكيد دعا كتير قوي صح أو لا أكيد دعا ربنا وسأل ربنا حاجة كتير قوي أمان المراضي وأكيد ربنا يستجاب له حاجة كتير لأنها ارتبطت بطلب العون ارتبطت بطلب العون فلو عايز الحاجة تتم بسرعة اطلب العون إياك نعبد إياك نستعين يا رب استعنت بك يا رب على تيسير المصحة الفلانية يا رب استعنت بك يا رب إنك ترسل لزوج صالح يا رب استعنت بك يا رب ده بالنسبة لبنت يعني و بالنسبة لولد يا رب استعنت بك يا رب إنك تيصل لزوجها صالحة يا رب استعنت بك يا رب إنك تيصل لخلفة يا رب استعنت بك يا رب على تربية أولاد استعينوا بالله استعينوا بالله طلبوا العون من الملك الملك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى إيه اللي حصل إيه يا جماعة خلاص فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن انتهت الفتنة انتهت خلاص الفتنة إيه ده معقولة يعني لم رأت العزيز بقى التروض ولا النسوة ولا مرأت العزيز ولا النسوة ولذلك إيه ربيت الصورة هل سمعت بعد الآية دي مباشرة عن أي مراوضة أو أي فتنة من النساء انتهت الله هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن فاطر السماوات والأرض اللي قال في كتابه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فبدلا من أن كانت نواصي هؤلاء النسوة متجهة إلى الفتنة وإلى مراوضة يوسف عليه السلام أخذ الله بنواصي امرأة العزيز وهؤلاء النسوة بإنهم يكونوا بيوقروا يوسف عليه السلام ويحترموا ويهابوا ويقدروا ويعرفوا قدره ويبتعدوا تماما ولا يروا له فتنة ولا يروا له أي تأثير عليها كامرأة يعني بدل الفتنة بقى يشوفه إنسان وقور ما بقوش يشوفه جماله بقى يشوفه وقاره ما بقوش يشوفه حلوته بقى يشوفه هبته أنت أخذ بالك المسألة العالمية ولذلك أخذ بالك من حاجة هو سيدنا محمد يعني ده سيدنا محمد كان قمة في الجمال كان قمة في الجمال ولا أكاد يعني أكون مبارغا حينما أقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجمل من يوسف عليه السلام لكن كسى الله عز وجل وجه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبالأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كسى وجهه مهابة ووقارا الدليل على الكلام اللي بقوله ده خد حديث بس يصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث لو مسلم عمر بن العاص في سياقة الموت هو في آخر يعني لحظات الموت إيه اللي حصل بيقول لهم إيه بيقول لهم بيحكين لهم بقى المراحل التلاتة اللي مرت بحياته لما كان في مرحلة الشرك وبيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسلم وبعد ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان تلات مراحل عاشها سيدنا عمر بن العاص فبيقول إيه فما كنت أستطيع أن أحد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له وإجلالا فلو سألتموني وده صحابي جليل عمر بن العاص فلو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت ليه عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال لأني لم أكن أحد له الطرفة عظيما له وإجلالا كان ربنا كاسي وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة والهيبة فهم إزاي بحيث أن الواحد ما يقدرش يوصره ما يقدرش يحد الطرف إليه صلى الله عليه وسلم فكذلك يوسف لا لا حصل له بقى ربنا صرف كيد هؤلاء النسوة وصرف فقال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السماع العليم فبدل من مرأة كتشوف يوسف عليه السلام قبل كده كانت تفتن بيه كرجل بعد كده بقت ترى فترى عليه الوقار والهيبة والمكانة وكانت لا تفتن به كرجل بعد ذلك فانتهت هذه الفتنة طب ناخد دروس حلو أول ناخد الدرس الأولاني أول حاجة الاستجابة بتكون سريع عندما ترتبط بالطلب العوني من الله سبحانه وتعالى وعندما يصل الأمر إلى ذرواتي نهاياتي خلاص أنا وصلت لأخري يا ربي أنا ضعيف وبذلت ما أستطيع وخدت بالأسباب أنا خلاص تعبت ما ليش يا رب أي قدرة على نهاية الفتنة دي يا رب بستعين بك يا رب إنك تنهي الفتنة دي يا رب بستعين بك يا رب إنك تصرف عن المعصيد يا رب بستعين بك يا رب إنك تعني على هذا العمل أو تعني على إزطاع أو على حفظ القرآن بستعين بك يا رب على كل شيء وإزاك سيدنا عقوب قال ليه والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وإزاك سبحانه تغصر الأمر إلى نهايته وتستعين بله وتطلب الغوث والعاون من ربنا يأتي على طول الفرج بفائة تعقيبة سرعة وهجب لك أمثل عجيب أوي بس صلى على حبيبك صلى على سلام سيدنا نوح عليه السلام أول ما يأس من قومه ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص حدش يؤمن تاني خلاص وبعدين دعوة دي جماعة دعوة 950 سنة الله أكبر يعني حاجة يعني تخيل من في الدنيا يدعو ناس 950 سنة وفي النهاية لم يصل معه إلا يا 13 يا 80 على اختلف روايات أول 80 في 950 سنة دي مأساة أول ما حصل إيه لنما خلاص بقى يعني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بعد كلمة فانتصر ففتحنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيوننا جزاء لمن كان كفر أدي مثال مثال تاني سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون كان بيجرر وراهم بالجنوب بتاعه عايزي عايزي قتل سيدنا موسى ومن معهم من المؤمنين قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر قدامنا وفرعون ورانا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا شوف اليقين بأوثقة قال كلا إن معي ربي ساهدين ف على طول تيجي الفق يعني بس في كل المواقف دي تأتي فأتفاء التعقيم والسرعة في ساعتها فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرقن كالتوضى العظيم إلى آخر الآيات سيدنا أيوب عليه السلام دي مثال وايوب إذناء ده ربه أني مساني يضر وأنت أرحم الراحمين وبالك بقى ما قالوش يا ربش فيني ما قالوش يا رب عافيني ما قالوش يا رب تعبت من المرض ما قالوش أي حاجة بقوله يا رب أني مساني يضر بس مش أكتر وأنت أرحم الراحمين كفاية بس أن أنا أذكر لك حالي وأنت تعال يا ربي أنا عايز إيه سبحانه الملك وده مش معنى الكلام الناس بقى علمك بحالي وان عن سؤالي لا ربنا يحب أن يسمع سؤال العبد ويحب العبد اللحوح الذي يسأل ويستغيث وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى وأيوبا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحمين فاستجبنا له فأهي فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا برضو فاستجبنا له ونجيناه من الغم خبالك بقى حتى حلوة أوليك بقى وكذلك ننجي المؤمنين أي حد مؤمن أو أي مؤمنة حينما يقع في كرب في كرب ونفس ربنا ينجي من الكرب ده يدعو بدعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يدعو معين مش دعاء ده ثناء خبالك لكن الله عز وجل يعطي العبد على الثناء ما لا يحصيه بشر يعني شيء فوق الخيال سبحانه وتعالى قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك تبسلنا يا زكريا وده آخر المثال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا الناس اللي ما عندهاش زرية الناس اللي نفسها في الأولاد خذ الوصفة الجويلة ديت من الكرآن وزكريا إذ نادى ربه يعني اذكر الزكريا حين نادى ربهم رب لا تذرني فردا يا رب ما تسبنيش لوحدي وأنت خير الوارثين فاستجبنا له الفاء برضي فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة الأصل إيه أصلحنا له زوجة ما كانتش زوجته بتحمل وخبرك وبعد كده يأتي الولد لا معجله بالبشرة ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة لماذا؟ لسبب بقى خذ عندك بقى الوصفة الجميلة للذرية إنهم كانوا يسارعون في الخجرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اللي عايز أولاد عليه بأربع وصفات إيه هم يا جماعة؟ أول رقم واحد كانوا يسارعون في الخجرات سارعوا في الخجرات يا جماعة اعملوا خير كتير حولوا بقدر اكفروا يا تامة اعملوا أي خجرات اكفروا أسرة فقيرة في ظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها دي اعملوا أي خير إنهم كانوا يسارعون في الخجرات ويدعوننا الدعاء هذا رقم اثنين يبقى يسارعون في الخجرات رقم اثنين ويدعوننا رغبا ورهبا مش معنى بقى إنه كان بيدعو لحد ما خلفه بعد ما خلف بطل يدعي ادعي ادعي وقرب من ربنا ادعي وادعي وانكسر بين أيدينا ربنا عشان ربنا يكلمك دنيا وآخرة إنهم كانوا يسارعون في الخجرات رقم واحد ويدعوننا رغبا ورهبا رقم اثنين وكانوا لنا خاشعين رقم ثلاثة خذ بقى رقم اربعة من آية تانية فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ممكن الفايدة التانية بقى او الدرس التانية ممكن معصية تبقى سكنة في قلب سيادتك لمدة عشرين تلاتين سنة ونفسك ربني خلصك من الفتنة دي ومش عارف تعمل ايه وعملت ادعوها يا رب يا رب يا رب خلصني من الفتنة يا رب تعبت يا رب يا رب أنا مش عارف أعمل ايه في المعصية ديت لكن لما ترجق لربنا وتقول له أعيني يا رب يا رب أستغيث بك يا رب وأستعينه بك يا رب فأعيني يا رب يا رب طلع المعصية يا رب خلينا بطل دخان يا رب يا رب خلينا بطل شرب خمر يا رب يا رب خلينا أبطل ماشي مع نساء يا رب يا رب يا رب ربنا يخرج الشهوة والفتنة ديت من قلبك في ساعتها إيه اللي حصل بعد كده جماعة فاستجاب له ربه وفصرف عنه كيدهن إنه هو السماع العليم تعالنا نشوف الآية اللي بعدها ثم بدأ لهم ثم تفيد التعقيب مع الطرخ يعني بعد فترة خد بالك من حاجة لو تراحز إن عزيز مصر بعدما قال يوسف عليه السلام يوسف أعرض عن هذا وبعدين قال لزوجته واستغفر لي لذنبك إنك كنت من الخاطين ماشي باللحصين الحياة غريبة إنه رغم إنه يعرف إنه زوجته بتراود يوسف عليه السلام ورغم ذلك ما طلعش سيدنا يوسف من البيت من الأصر ثابه برضه في الأصر يعني ده أكيد رجل يعني ما فيش خالص يعني ما عندهش لغيرة ولا عنده يعني رجل فعلا يعني ربنا عافين يعني طب إيه الدليل إنه هو ثابه في الأصر إنه مرأة العزيز قالت وقالها تخرج عليهن يعني كان قاعد معاه في الأصر متزين ومتزبط وقالت له خرج عليهن يبقى كان مقول معاه في الأصر كنت بالك بقى من اللي حصل بعد كده ثم بدى لهم لمين يعني إيه للعزيز والزوجته وللحاشية بتاعته كلهم بقى واللي في القصر ثم بدى لهم من بعد ذلك ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين قاعدوا يفكروا نعمل إيه في الموضوع دو أصلي كتر الكلام رغم إنه يعني إن العزيز نفسه متأكد تماما إن مين اللي كان بتراوض يوسف ده زوجته مش يوسف هو اللي كان بيراوضه يعني يوسف عليه السلام كان مظلوم ولعزيز متأكد ألف مليون في المية إن يوسف عليه السلام كان مظلوم بس هعمل إيه؟ المكان الاجتماعي والبراستيج والناس هتتالي تتكلم وتلسن لأ أنا أسجنه حسن أنا أسجنه ولما أسجنه ويسألوني سجن طريقة لهم كان بيحاولي غازل مراتي وكان بعكس مراتي وكان بيراوضها وتعرض لها أخطر ممرة وأنا لا آمن عليه فهدخل السجن هتدخلوا السجن قد إيه عزيز مصر؟ حتى حين على ما تفرج بقى على ما تفرج ده بقى ممكن يكون يوسف عليه السلام قعد مثلا 8-7 سنين 9 سنين قعد بضع سنين والبضع من 3-9 وأخذ بالك فقعد سيدنا يوسف عليه السلام في السجن ده مين يا جماعة؟ ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يا خبر أبيض عشان يا أخوي وحبيبي لما تبتلى ما تقولش وأنا بيتعمل فيها كده ليه؟ وأنا عملت إيه؟ ده أنا طلع أمري بعمل الخير ده أنا دايما بعمل لله ده أنا ده أخوي وحبيبي هو أنت أكرم من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إصحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أنت في حد في علتك يعني ربع معشار ده الأربع أنبياء ومنهم خليل الرحمن خليل الرحمن أفضل واحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكتر من كده ورغم ذلك ابتولي ودخل السجن عشان ما جيتش نارده يوم ما تبتلقى أي بتلقى تقول وأنا عملت إيه؟ مش لازم تعمل حاجة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل الرجل على قدر ديني عندك دين هتبتل هتزداد دين هتبتل أكتر طب ليه طيب وريب ليه ربنا بيبتل ما احنا قلنا بكده بقى ما احنا قلنا أن البلاء مادة حياة القلب والله لا يريد منك إلا قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هتبالك ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجوننه حتى حين حتى حين ما حددوش المدة ودي مشكلة طبعا مشكلة إن واحد لو اتاخد فقاضية معاين متحدد فيه مثلا هتسجن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشرة حتى يعني هيرتاح إن خلو عشرة سنة هيخرج إنما حتى حين دي مفتوحة فبالتالي تبقى قاعد مخنوق ليه؟ ما لنتش عارف أنا أخرج النهاردة ولا بعد سنة ولا بعد يميت سنة ولا أفضل كده حدا ما موت بس فيه مصيبة تانية بقى ما حدش أخبره منها إن سيدنا يوسف اللي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم متاخد في قضية شرف لمصيبة يعني لما دخل السجن قالوا ده دخلنا السجن عشان متهم بمراوضة امرأة عزيز مصر فكل اللي معاه في السجن عارف إنه هو داخل في قضية شرف لكن ما تخافش ولا تزعلش عشانه ربنا هيئزه وهيكرمه وهيعل قدره وهيبقى هو نفسه عزيز مصر وهيأكر الشرق الأوسط كله وهيكرم كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف الآية اللي بعد كده بس يصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ودخل معه السجن فتيان اتنين مين دولة بقى يا جماعة واحد منهم كان ساقي الملك كان اللي بيسئ الملك مش ساقي معه عزيز مصر لا ساقي الملك مباشرة يعني فهم زي حاجة هي زي طباخ الرئيس كده فهم زي ساقي الملك والتاني كان الخباز الخباز اللي بيعمل أكل للرئيس للملك خبالك بقى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحصنين ده درس كبير جدا 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 خبالك من حاجة ربنا أعطى سيدنا يوسف موهب التأويل الأحاديث تأويل الرؤى التأويل إن هو يسمع رؤى فيؤولها تأويل صحيح ألف في المئدانبية جماعة مؤيد بالوحي من السماء فهيحصل إيه؟ ربنا هيقدر والله غالب خلي عندك ثقة ويقين في الله والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ربنا هيقدر إن ساقي الملك والخباز بتاعه اللي اتنين هيتهمهم الملك في قضية معاناة يقال والله أعلم يقال إن هو كانت محاولة لقت الملك ووضع السم لهم في الأكل فالتهمة فيها الخباز والتهمة فيها ساقي الملك واللاتنين دخلوا السجن أخبال حضرتك فربنا يقدر إن لازم اللي اتنين دولة يتهموا ولازم يخشوا السجن ولازم يناموا ولازم يحلموا ويشوفوا رؤية ولازم يحكوها ليوسف عليه السلام عشان هو يأولوهم الرؤية ولازم يخرجوا من السجن عشان لما يخرجوا من السجن واحد منهم يلاقي نفسه خلاص يعني واثق ولقى رؤية يوسف عليه السلام اتحققت ولازم الملك هو كمان ملك مصر ينام ويحلم علشان يطلب تأول الرؤية فما ليش حد عارف يأول الرؤية يوم رايح للرجل اللي هو واثق الملك ويقول له أنا أعرف مين يأولك الرؤية أرسلني إليه فيبعثه لسيدنا يوسف عشان يأول الرؤية عشان يكون سبب خروجه من السجن مين اللي ضبر كل الأشياء دي إلا الله سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى يا الله خلي عندك تقيم في الله شوف جات له منين شوف يا أنا سبحانه وتعالى بزي ما قلت لك يعني القصة بتبتدي برؤية برؤية وتنتهي بتأويل الرؤية هذا تأويل رؤياي ويكون ربنا مقدر إن خروج يوسف عليه السلام من السجن بسبب تأويل رؤية شفت الفرج ده درس كبير أو يعلمنا أن الفرج يأتي من حيث لا نحتسب أيها الله العظيم فعلا يعني أنا أذكر بس قصة كده جميلة كان فيه واحد من سلافنا الصالح من التابعين اسمه حاتم الأصم حاتم الأصم فيهم الآن يا جماعة كان عايز يروح يحج فهو رايح يحج فأم جمع أولاده قالهم يا أولاد أنا رايح حج فالمهم قالوا له وكيف تتركنا بلا طعام ولا شراب ومين يأكلنا ومين يشربنا فكانت ليه بنت مباركة كده المتوكلة وعندها يقيم في الله قالت اذهب يا أبا اذهب يا أبتي فما علمناك رزاقا ما علمناك إلا أكالا فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى فالمهم هو لما لأ بنته يعني ما شاء الله عندها يقيم وتوكل بالمنظر ده اطمئنا على أولاده فسافر فلما سافر ربنا قدر أن أمير البلاد دي رح معدي من قدام قصر من قدام عفوا من قدام بيت حاتم الأصم كان في الوقت ده كان أم مكلوا الأكل بتاعهم في ثلاثة أربعة تيام وخلص وبدأوا بقي عياروا البنت ما علمناك رزاقا ما علمناك إلا أكالا طب يا دي ست الأكل بتاعنا خلص ومحنش ليه ناكل هنعمل ليه دلوقتين فبدأت تجلسة وحدها وتدعو وتلجأ إلى الله يا رب أعننا يا رب يا رب حنن قبل بعدينا يصل لنا الرزق والطعام يا رب يا رب يا رب اللهم لا تخذلني عندهم اللهم عادت تدعب فالمم عادة في الوقت ده أمير البلاد فأعتش من الذي جعل الأمير يعتش هو الأمير هيعتش إزاي ده لسه خارج من القصر التاع أعتش في الوقت تلاحظين طب الأمير هو ماشي مش كونه بيكون بقى الحرس والحشيها شايلين له بقى الشرب والأكل والحلويات والفكة وابا مش شايلين حاجة يعتش فيه قدام بيت حاتم الأصم مش قدام هي حتة تانية طب عايزة شرب طب لو مرأ بيأنفوا أنهم يشربوا من بيوت الناس الفقراء لكن لا ربنا يحلف بقوا المية ديت بيته من هذا قالوا بيت حاتم الأصم فأين هو قالوا ذهب إلى الحج وأين أولاده قالوا بالداخل فقال طب حدي يجيب لي شوط مية فشرب قال الله ما أجمل هذا الماء وعدا ما شرب المية فبعدين بعدها على طول ربنا حنن قلبه قال لعله تركهم يعني حاتم الأصم لعله تركهم بلا مال فعمل إيه رح واخد سرة المال كده جماعة ورح إيه ورح رميها في قلب الدار ثم نظر إلى الوزراء والحاشية وقال من أحبني فليصنع مثل ما فعلت اللي بيحبيني يعمل زي ما عملت حد يقدر ما يحبش الأمير معاول تشكيل وزاري زي تروى الموضوع يعني كده ورح كل رح مطلع السرة للفلوس رح إيه رميينها فين في قلب الدار فانتلقت الدار بالذهب والفضة فإذا بالأولاد يذهبون إلى أختهم ويقولون الحمد لله لقد كثروا المال فلوها بتبكي قالوا بتبكي لانتو ماشي معنا يعني خلف خلاف إحنا فرحانين بتبكي وشاف إيه قالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر إلينا الخالق وجل وعلا الله وده بفكرني بكسة مقبل وقتنا الحاضر أخت فاضلة يعني مات زوجها لما مات كان عندها بنت صغير منه من هذا الزوج وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يعني أبوها بقى هو وكان عايش فكان عايش معها في الشق البنت مرضت والزوجة كانت فقيرة جدا يعني لا تملك ثمن الدواء ولا ثمن حتى العشاء لقدر تجيب أكله ولا قدر تجيب دواء والبنت سخنة وطول الليل الأم عملت حطي لها كم مادات مية وعملت صلي وتسجد لله وطلبت العاون بقى من الله صحنا تعالى أن ربنا يشفيها فجأة الساعة ثلاثة بلين تطرق الباب أبوها فتح مين؟ الدكتور فالدكتور كان مستحيل جدا دخل سنة وعليكو البنت فين المريضة قال له جوة يا دكتور راح دخل جوة والنجل مستغرب والأخت مستغربة دخل جوة كشف عليها ورح كاتب رشدته وقال لها تفضلي خادت رشدته وقف الدكتور عند الباب عايز بقى ثمن الفيزيتة فخير يا دكتور قالت لها خير خير إيه؟ عايز ثمن الفيزيتة قالت له والله ما معي قال لها طب إزاي تنصحين ساعة ثلاثة بالليل علشان أجي من بيتي وعمل قالت له والله ما صحيتك إزاي انت مش لسا متلصت علي من ساعة قالت له والله أنا ما عندي تلفون في البيت أصلا فاستغرب طب إزاي هي مش دي الشقة الفلانية قالت له لأ اللي جنبينا فقالت سبحان الله وإنت إيه حكايتك بالزبط قالت له أنا زوكي مات وما فيش في بيتي حتى لقمة لكلها وبيتنا أنا والدي وبنتي من غير عشر وبنتي عيانة طول الليل وسخنه عما لحطت لها كمدات وقلت يا رب يصل يا رب شفاء ففجأة لقيت حضيك خبطت ودخلت وعملت وده ربنا يجازيك عننا كل خير حزن الدكتور على حال هذه الفتاة ورح واخد منها رشدتة ونزل بنفسه صرف لها العلاج ودها خمسين جنيه وقال لها كل شهر إن شاء الله ليك مرتب عندي إن شاء الله وذهب بعد ذلك إلى المريضة اللي تستدعوه من أجلها سبحان الملك وتوكل على الحي الذي لا يموت الحي هو الذي لا يموت فلماذا كررها؟ لأجل بث السقة واليقيم في قلب كل مسلم أن الله هو الحي الذي لا يموت فلو توكلت على إنسان فالإنسان ينام ويسافر ويموت والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت سبحان الملك هيجي الفرج هيجي الفرج من خلال تأويل رؤية ويخرج يوسف عليه السلام من السجن قالوا إيه؟ قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سمت الإحسان يا جماعة نعمة جليلة وعظيمة جدا يجعلها الله على وجه من يشاء من عبادك سبحانه وتعالى عبد الله بن السلام والحديث روى مسلم قال لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه قال فكنت في من انجفل إليه في من أسرع إليه قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم ليس بوجه كذاب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما رح يتاجر وبعدين يعني عد على واحد يهودي فطلب منه بضاعة يأخذها ويبيع ويرجع له الثمن فنظر اليهودي يهودي يا جماعة نظر اليهودي إلى وجه عبد الرحمن بن عوف وقال والله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب سمت الإحسان نعمة نعمة عظيمة يجعلها الله على وجه من يشاء من عبادي أني بقى تشوف الإنسان تحسن إنسان محسن مش محسن يا بيض يعني بيض فلوس إنسان محسن وصل لدرجة الإحسان والإحسان كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك يا ترى الرؤية التي رآها ساق الملك والرؤية التي رآها خباز الملك وكان وضعها إيه وسيدنا يوسف هيقول لهم إيه وهيكون نتيجتها إيه ويطرى هما الاتنين الرؤية بتاعتهم كانت حلوة والله واحد رؤيته كده والتاني رؤيته حاجة تانية خالص ده اللي هنعرفه إن شاء الله في غدا في الحلقة القادمة يعني ربنا يبارك فيكم ويحرم نيش منكم يجزوك عنه كل خير أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا جميعا على الخير دائما إن شاء الله نستمتع مع بعض وأتمنى إن شاء الله تكون الدروس استفدنا منها كلنا وتعلمنا منها حاجات كتيرة وإن شاء الله نكمل مع بعض يعني دلوقتي بقالنا 16 حلقة فاضل 14 وأتمنى والله إن إحنا ربنا يقدرنا ونقدم 14 حلقة تعجبكم إن شاء الله وتنال رضاكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على بينا محمد وعلى آره وصحابه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته